معنا معد هذا التقرير مراسلنا في إدلب علاء العمر علاء أرحب بك كيف لمست من خلال أعدادك للتقرير الحالة النفسية لدى الأطفال في المناطق المحررة وفي المخيمات يعني حينما يشاركون الفنانين في الرسم أو في الفسيفساء أو في عدة أمو فنية أخرى مساء الخير مملكة والسعادة المشاهدين في الحقيقة المتنفس الوحيد لهؤلاء الأطفال يتم التعبير عنه من خلال الفن ومن خلال الرسومات التي من وحي أفكارهم يقومون برسم أو إخراج ما يدور في داخلهم من خلال أطفال يرسمون لوحات تعبر عن منازلهم أو عن قرائهم التي دمرت أو التي لم يبقى منها شيء طبعا هناك نقطة مهمة وهي الفن المقاوم الذي برع فيه الأستاذ محمد طبعا الأطفال عندما أنت تقوم بإدخال طائرة أو دبابة وتركيبها داخل قارورة زجاجية فأنت تقوم بعمل تستطيع أن تحصر هذه الدبابة أو هذه الطائرة داخل هذه القارورة فينتب للطفل شعور أن هذه الطائرة انتهى دورها لا تستطيع أن تقصف لا تستطيع أن تدمر فمن خلال هذا الفن فعلا وجدنا لدى الأطفال حالة نفسية تعبر عن الفرح تعبر عن السرور تعبر عن ما يدور في داخلهم ويستطيعون من خلال ذلك إخراجه إلى الواقع إخراجه إلى الرسومات إخراجه إلى اللوحات إلى المجسمات التي فعلا يتم عرضها ويتم عرض الأطفال هذه الصور وهذه المجسمات التي تعبر عن الواقع الأصلي الذي تعيشه سوريا ومحافظة إدلب بشكل خاص بما أنه تم الحديث عن إدلب وأنت كمواطن سوري وأحد قاطني إدلب كيف وجدت أن مثل هذه النشاطات الفنية قد تؤثر على الحياة المدنية في المناطق المحررة التي تتعرض يوميا لقصف والإمجازر والمائلة هناك من مآسي ومعاناة نعم بكل تأكيد هذه الأنشطة وهذه النشاطات إن كانت ترفيهية أو منتقيات علمية أو ثقافية أو أدبية المواطن السوري وأنا كمواطن السوري وأي شخص من المحافظة المحررة يشعر بارتياح نفسه يدور في داخله ارتياح نفسه يعبر من خلاله عما يدور في أفكاره أو في ذهنه الناس بشكل عام في محافظ إدلب قد ألفت القصف اليومي المجازر الدمار فلابد من شيء يتم من خلاله التعبير عما يدور في الداخل ففعلا كما ذكرت لك النشاطات الترفيهية طبعا هذه النشاطات هي محصورة في مناطق معينة إن كانت على حدود سوريا أو حتى في مناطق التي يكون فيها القصف بشكل متكامل لكن هو سبيل لمتنفس وحيد لا يجد المواطن الإدلبي أو الشخص الإدلبي إلا هذا الطريق ليعبر عما يدور في داخله نوع من الرياح النفسي أو الشعور النفسي البسيط الذي يتم من خلاله التعبير عن كل شيء يدور في داخله أو الوسط الاجتماعي الذي يعيشه شكرا جزيلا لك على العمر مرأسنا في إدلب وريفها